بالنسبة لأستاذة آية بتقول إن كان لها صديقة جامعها زوجها في نهار رمضان وهي الآن مطلقة منه فبتقول هي مش عارفة إيه الكفارة اللي على الزوجة أو هذه المطلقة اللي كانت ساعتها زوجة هذا الرجل إنه على الزوجة القضاء تقضي اليوم اليوم ده لابد عليها إن هي تقضي إن هي تصوم فقط مع التوبة والاستغفار أما الكفارة المالية يقوم بها الزوج صاحبة السؤال هي المطلوب منها قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار للمخالفة